السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهليه واصحابيه اجمعين ازايكم يا حبايب قلبي يا رب جميع ان تكونوا بخير جعنين واحنا في اخر دلين ومش عارفين نعمل اكل ايه وعاوزين حاجة سريعة جدا جدا عند الكوباية دي تعالي نعمل احلى شوية كريب في منتهى الجمال والروعة وبطريقة وبحشوة اقتصادية جدا هنعملها بحشوة البطاطس طبعا البطاطس متوفرة في كل بيت وبرضو كوباية الدقيق متوفرة اكيد طبعا مكونات موجودة كلها في المطبخ هنعملها حشوة اقتصادية جدا ولو البنات لسه اول مرة بيخشوا المطبخ ديت من انجح الوصفات الكريب اتمنى الاول مرة بيشوف قناتي ولسه مشتركتوش في القناة يريد تشتركوا في قناتي ويريد تعملوا لايك للفيديو انا هشتغل عجينة الكريب في الخلاط هحتاج هنا كوباية من الحليب هحتاج كمان معلقتين من السكر نص معلقة صغيرة من الملح و 4 معالق من الزيت وهنحتاج كوباية من الدقيق حطيت اول حاجة الحليب مع السكر مع الملح و داوبتهم مع بعض وضفت عليهم معلقتين من الزبادي دا لو متوفرة عندك مش متوفرة عندك خلاص امشوا ببقية المكونات مع بعض بعد كده ضفت عليهم كوباية الدقيق وخلطتهم مع بعض ولازم اصفي الخليط عشان لو فيه اي تكتلات من الدقيق اسيبوا باقي رتا يكون احنا قطعنا الحشوة انا عاملها حشوة اقتصادية جدا جدا عندي هنا فلفل الرومي وطماطم فقط انا هقلي كمان بطاطس وانا شغالة في عجينة الكريب اول حاجة بجيب هنا عندي طاصة الكريب لو مش متوفرة عندك ممكن تشتغل على الطاصة او ممكن صنية حطيت العجينة طبعا الصواني الكريب فيه منها نوع كويس بيش بيلزق وفيه منها نوع يعني بقاش كويس قوي فالافضل ان انتي تحطي مسحة كده من الزيت بمنديل كده تمسح الطاصة قبل ما تحط العجينة دي اول واحدة ببتدي احط الخليط وبوزعه وبهد النور بعد كده اول ما بلاقي العجين حرف العجينة الكريب ابتدى يتحرك معايا ببتدي كده بالباس بتيولة احركه وهو هتلاقيه طبعا بسطو يعني او بسطو بتنيه بيتني معايا منتهى استهولة وبعد كده بقلب الكريب شايفين هنا طلعت هنا واحدة بين كل واحدة واحدة بحط فيها مسحة من الزيت عشان خاطر ملزقوش فبعض الكوبات دي عملت لي استدت واحدات من الكريب الحجم الكبير هوريكم طبعا الحجم التحاوص ما شاء الله بص رؤيا وطلع ازاي ما شاء الله اهم حاجة بس وانتو بتطلعو تغطو بفوطة يعني كل ما اطلعوا واحدة كده تغطيها لازم بفوطة عشان خاطر ما ينشفش معنا العجين شايفين بصتو انا تانية اصلا نص الكريب هنا قليت البطاسس واحط معها شرايح كده من الطماطم حطت كهنة كمان شوية من القاتشب وصفة اقتصادية جدا جدا دي بقى بصتو جعنين بالليل ومش عارفين انا عاوزين ناكل حاجة حلوة مش هتلاقوا احلى من الكريب ده نيجي بقى لفة الكريب اللي محيرة الناس كلها انا بعمله بحط المنتصف ده على المنتصف التاني وبيتلف معايا ببعمل زي القرطاس كده بالشكل دوت شايفين بصتو اعملها لكم تاني ايدي الحشوة هي انا هنا كمان حط زتون بقى اي حشوة متوفرة عندكم معزين تستكفوا بالبطاطس فقط برحبكم خالص دي ترجعلك انت ببتدي اجيب النص دوت هو شايفين خلاص كده قادي النص اهو وقادي النص التاني بص اصلا العجين اصلا ذات نفسها مارنة وممكن على الفكرة تلفوها كمان على شكل الرور كده زي العيش اثوري شايفين بصوا قد ايه طري اجي بقى هنا كده في الصينية برجع تاني ويه ببتدي تاخد كده بقى التحميصة بتاعة الكريب شايفين بصوا ما شاء الله ايه رأيكم انجح حاجين الكريب يا رب وصفة النهاردة بتعجبكم اصيبكم في رعاية اللي